حسب ما هو متعارف أن الأشعة السينية هي أول الفحوصات التشخيصية التي يتم إجراءها لمرضى الكورونا في حال الاشتباه بهذا المرض إلى جانب ذلك إحنا عندنا فرق عمل تخصصية تهدف إلى زيادة جودة الخدمات الأشعة وبالتالي الحفاظ على سلامة الموظفين في قسم الأشعة والمحافظة على عدم انتشار العدوى من المريض إلى الفني الأشعة والعكس كذلك لذلك عندنا إحنا تقريباً ست فرق عمل إحنا نسميها تاسك فورس أول فريق اللي هو فريق الانفكشن كنترول وثانياً عندنا فريق الستاف والنس ثالثاً عندنا فريق الكونتينيووس إيديوكيشن وفريق الموبايل إكس راي اللي هو يتعلق بكل الإجراءات اللازمة بهذا الفحص اللي تعتبر الكثافة اللي نجريها لهذا الفحص في هالفترة الزمنية كبيرة جداً أحد أهم الفحوصات التشخيصية لمرض كورونا المستجد هو تصوير الرأب الأشعة السينية وذلك عن طريق جهاز الأشعة المتنقل ويوجد لكل قسم من أقسام العزل جهاز مخصص داخل القسم ولا يمكن استخدامه خارج نطاق هذا القسم لمنع انتشار العدوى ويتم تعقيم الجهاز بشكل مستمر بعد أي مريض وذلك عن طريق أدوات التعقيم المخصصة بحسب ما أوردته الفلية الأمريكية طب الأشعة وهي المرجع الأساسي لنا في مزاولة المهن الأشعة المقطعية لا تختبر التشخيص الأساسي لمرض كوبيد نايتين وإنما نحن نقوم بهذه الأشعة المقطعية خاصة عندما تسوق حالة المريض أو عندما يكون هناك أمراض أخرى متزامنة مع هذه الحالة المثال على ذلك أنه نحن نسوي في خلال 24 ساعة أكثر عن 800 فحص إشعاعي للمرضى